اشتركوا في القناة مسيرة طلابية تجوب الإقامة الجامعية بمجاية ضد الفساد في الأحياء الجامعية وتشاهدون في النشرة أيضا لجنة الدفاع عن البطالين تندد باعتقال جمهوركي ونقابي سابق أعوان الأمن والحماية في مسيرة المطالبة بالتكفر من شغالاتهم المهنية والاجتماعية وفي الأخير سلال يعرب عن تضمره من فقدان ثقة المواطن وتكذيبهم الدلسي يقول أن بوتفليقة هو الفاعل الرئيسي في الحركة الدبلوماسية للبلاد إلى التفاصيل أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي أن المؤشرات المالية التي ميزت الثلاث الأول لهذه السنة طبعها التراجع المحسوس لمداخل الصادرات الذي بلغ نسبة 13.9% كنتيجة لتراجع الكميات المصدرة من النفط وانخفاض أسعار البترول وقد اعتبر لكساسي ذلك صدبة مالية في ميزان المدفوعات الخارجي للجزائر لهذه السنة مقارنة بما حدث سنة 2009 وجاء تحلل محافظ بنك الجزائر الوضعية المالية الحالية يؤكد مخاوف الدولة التي جاءت على لسان وزيرها للمالية عبد الكريم جودي الذي تطرق إلى إمكانية قيام الحكومة بإلغاء إنجاز مشاريع لا تعد حسبه استراتيجية وهذا في حال استمر إنخفاض أسعار البترول ورغم أن محافظ بنك الجزائر تجنب تأكيد تعرض الجزائر إلى صدمة مالية قريبة من خلال الاستددال من مستوى الاحتياطات الهام الذي يجعلها تتمتع بوضعية مالية صبع على حد قوله إلا أن تطرقه إلى الانخفاض الهام في رصيد ميزان المدفوعات أظهرت خوفهم من تراجع مداخل النفط حيث بلغ رصيد ميزان المدفوعات نهاية مارس الماضي 0.84 مليار دولار فقط مقابل 4.16 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية وبالنسبة الاحتياطات الصرف أوضح محمد الكساسي أنها بقيت مستقرة عند مستوى 189.76 مليار دولار نهاية مارس المنصر نظمت شركة اتصالات الجزائر العمومية يوم إعلامي حول تقنية ويماكس بدار الثقافة محمد العيد الخليفة بمدينة باتنا هذه التقنية التي يكاد يجمع الخبراء على موتها منذ عدة سنوات بسبب النجاح الذي تلقته تقنية الجيل الرابع وتفوقها التقني تقنية ويماكس هذه وعلى عكس الجيل الرابع لا تدعمها الهواتف الذكية كالايفون والاندرويد مما يجعلها غير عملية للمستعمل وفوق ذلك تحتاج إلى مستقبلات خاصة مما سيرفع من التكلفة بالنسبة للمواطن والشركات وبذلك يتضح مرة أخرى عباثية واستنزاف ثروات البلاد في جلب تقنيات فاشلة عافى عليها الزمن من خلال استثمار المال العام بما يؤكد فشل المصاري الاستراتيجي المتبع الذي لا يمكن تفسيره سوى في إطار الرشوة والمحسوبية إذ لو مسحنا التراب الجزائري لا اكتشفنا أن شركتين تسوقان هذه التقنية وهما أنورنات وأسلس مع الإشارة أن شركة أسلس حازت على صفقة مشبوهة مع اتصالات الجزائر سنة 2009 وبأن مؤسسة شركة أسلس يديرها لطف نزار نجل الجنرال خالد نزار دون سواه كما صرح بذلك هو نفسه نظم صبيحة أمس المئات من الطلبة مسيرة قادتهم لحو مقر ولاية بيجايا رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى محاربة الفساد والمسدين في الإقامات الجامعية وتطهيرها من المديرين المزيفين الذين يعينون حسبهم لتكريس الفساد وتحقيق مصالح مشبوهة عرفت المسيرة مشاركة عدد من النقابات العمالية وأخرى الأساتذة واستهل ممثل التنسيقية المحلية لطلبة جامعة بيجايا لاعتصام بإلقاء كلمة حول هدف تنظيم المسيرة حيث قال نضع كل طرف أمام مسئوليته لوضع حد للفساد المتفشي في الإقامات الجامعية وتواطئ السلطات الجامعية والولائية والأمنية وحتى الوزارة في تجذيره من خلال حماية المفسدين مثل ما يسمى بلجان الأحياء التي يعرف الجميع أنها لا تمثل إلا نفسها وتستغل صمت الطلبة وخوفهم للاستلاء على ملاير الإقامات الجامعية وتساءل عن دواعي إحجام السلطات عن التدخل لحماية الطلبة من البلطاجية الذين يصلون واجلون داخل الإقامات الجامعية على شكل ميليشيات مسلحة ترهب كل من يحاول تصدي لها وعن الهدف من حضور النقابات والأحزاب السياسية في هذه المسيرة قال المنسق الأول أن المسيرة هي من تنظيم الطلبة ولا علاقة لها بأهداف سياسية أخرى نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمس في بيان لها باعتقال الجمهوركي والنقابي السابق مزاري طيب من طرف أمن ولاية الجزائر العاصمة وذكر البيان بأنه تم أمس على الساعة العاشرة صباحا نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أمس في بيان لها باعتقال الجمهوركي والنقابي السابق مزاري طيب من طرف أمن ولاية الجزائر العاصمة وذكر البيان بأنه تم أمس على الساعة العاشرة صباحا استدعاء الجمركي والنقابي السابق لمقر أمن وليئة الجزائر بحجة سماعه من طرف الشرطة القضائية في الشكوى المرفوعة ضده من طرف المدير العامل الجمارك محمد عبدو بدربالا وأوضح البيان بأن التهمة التي تبع بها المعني وهي وهي القذف والمساس بشخص المدير العامل الجمارك مؤكدا بأنه عند التحاقه بمقر الأمن قيل له إن لديهم أمرا بالقفض صادرا من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عبار رمضان حينها تم اعتقاله وأحملت اللجنة في بيانها السلطة مسؤولية ما وصفته بالممارسات التعسفية التي تطال النقابيين والبطالين في عدم تطبيق المساواة بين كل الأطراف أمام القانون وبذلك تتكرر التصرفات التعسفية بما يذكرنا بقضية الجمهورية المبلغة عن الفساد راشيد عوين الذي لا يزال متابعا من قبل ذات الإدارة وبتهمة مشابهة خرج أمس العشرات من أعوان الأمن والحماية في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة الصناعية بحاسر من المطالبة بتطبيق تعليمة الوزير الأول والتكفل بانشغالتهم المهنية والاجتماعية في وقت يواصل فيه عمال المناولة لثلاث مؤسسات متعاقدة مع سونطراك في خدمات الإطعام والفندقة إضرابهم عن الطعام أمام المركب الإداري لسونطراك اشتكر محتجون من الحقرة والتهميش المفروض عليهم من طرف مؤسستهم الأمنية التي تتجاهل مطالبهم الاجتماعية والمهنية رغم النداءات والاحتجاجات السابقة رافعين شعارات منددة بالواقع المهني المزري والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية كما طالب المحتجون برحيل المدير العام لمؤسسة الأمن والحماية واتهامه بكونه السبب في إهانتهم المستمرة وهضم حقوقهم وتغاذي عن تحقيق مطالبهم وتقديم وعود لامتصاص غضبهم من جهتهم يواصل عمال المناولة التابعين لمؤسسة البيات والسبتال والصحة إضرابهم عن الطعام أمام المركب الإداري رغم ترد أوضاعهم الصحية بعد دخول إضرابهم اليوم العاشر وتقديم إدارة المؤسسة الأولى دعوا قضائية أمام المحكمة لإبطال الإضراب ومتابعة ممثل العمال بالتحريض تعبيرا عن امتعاضه لفقدان الثقة المطلقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الصحافة الجزائرية إلى خفض تركيزها على مرض الرئيس بوتفليقة معترفا في الوقت ذاته بالإخفاق الكبير للسلطة والمؤسسات الرسمية في إدارة أزمة مرض الرئيس وقال في هذا الصدد أنا لا أفهم بكل صراحة كيف أن بعض الرؤساء يعالجون في فرنسا منذ أسابيع ولا أحد يتكلم عنهم إلا الرئيس بوتفليقة ليضيف لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ند بتصريح رسمي ولا أفهم لماذا يكذبوننا وفيما يبدو إقرارا من الوزير الأول بفقدان مؤسسات البلاد ومسؤولها كل مزدقية فقد تجنب سلال التطرق إلى الأسباب التي جعلت المواطن لا يثق بكل ما يصدر عن هذه المؤسسات ومسؤولها خاصة وأن المواطن ألف استقاء كل ما يهم البلاد من وسائل الإعلام الأجنبية التي يخصها هؤلاء المسؤولون بتصريحات ذات أهمية دون وسائل الإعلام المحلية التي تكتفي بنقلها عن تلك المصادر الأجنبية مثل ما عودنا رئيس الدولة بنقل بشارة الإصلاحات والمشاريع الكبرى في حوارات مع إذاعات وقناوات فرنسية وغيرها من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية مرد مدلسي أن المرضى الذي ألم ببوتفليقة لم يؤثر على متابعته لشؤون الدولة وأوضح أن مصالح الوزارة الأولى تتلقى توجيهات يومية من القاضي الأول لإدارة شؤون البلاد وقال مدلسي أن ببوتفليقة ما زال يصدر التعليمات يوميا بخصوص تسيير شؤون الدولة ويقوم بذلك يوميا وأنا أؤكد ذلك بسفة وزير الشؤون الخارجية حسب قوله مضيفا الجزائر تعرف نشاطا دبلوماسيا مكثفا ورئيس الدولة هو الفاعل الرئيس فيها والمفارقة التي تفسر تضارب الأخبار أنه في الوقت الذي يتحدث رئيس الدبلوماسية عن نشاط كثيف يقف وراءه الرئيس تفيد تقارير فرنسية حيث يعالج ببوتفليقة بأن أوضاعه الصحية في تدهور مثلما أفادت بالأمس مجلة فالور أكتويلة فرنسية عن دخول الرئيس الجزائري في حالة غيبوبة وفي غياب يستمر ستة أسابيع منذ نقله إلى مستشفى فالدغراس يوم السابع العشرين أفريل وغياب أي صورة عن رئيس يفترض أنه في حركة دبلوماسية كثيفة كما يصفها مدلسي يحق للمواطن أن يشكك وأن يكذب التطمينات التي يطلقها المسؤولون ويحق للمواطن أن يكذبهم إلى أن يرى ذلك مجسدا على أرض الواقع من خلال شاشات تلفزيون بلده وفي الأخير نترككم مع بعض الصور الكاريكاتورية لهذا اليوم وقبل أن نفترق نلفت عناية مشاهدين الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك أين نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم الفعالة ودعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالطمع والتعتيم لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء